بعد أن تعرفنا في المحاضرة السابقة مفهوم الإدراك اليوم بإذن الله نتحدث عن العوامل المؤثرة على الإدراك ونقول أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الإدراك أهمها الانتقائية باعتبار أن الإنسان لا يمكنه أن يفهم ويتأثر بكل شيء يراه بل نقول أن الإنسان يستوعب بعض المؤثرات البراغة غير العادية التي من الممكن أن تثير انتباهه أو التي يرقب فيها مثال الموظف الذي يوضع دعت المراقبة الوظيفية تحسباً له كل تصرفاته في الحين لا تحسب تصرفات الموظف العادي وذلك بسبب الانتقائية الموجهة نحو الموظف الأول بمعنى أنه عنده موظف قديم وموظف تم تعيينه حديثاً فالموظف الذي سوف يوضع تحت المشهر هو هذا الأخير الذي تم تعيينه حديثاً كل تصرفاته ترصد كل حركاته كل سلوكه تحت المشهر لذلك نقول أن هناك انتقائية في التعامل مع هذا الموظف هناك انتقائية في التعامل مع هذا الموظف دون قيره من بقية الموظفين وهذا ما يعرب الانتقائية كأول العوامل المؤثرة على الإدراك العامل الآ الثاني هو الاهتمامات وفي الاهتمامات نقول أن الفرد يتأثر وينتبه لشيء ما عندما يكون هذا الشيء ضمن دائرة اهتماماته يعني مثلاً إذا كان يدخل في تخصصه فهو يهتم به اهتمام تام مثلاً الموظف يهتم بالأشياء التي تدور حول وظيفته مثلاً المهندس المعماري أو المهندس المدني فينظر إلى أي خلل في أي جسر أو في أي بناية أو في أي عمارة فيقول أن هذه فيها خطأ كذا لأنها تدخل ضمن إطار تخصصه أو اهتماماته خلافاً للآخرين الآخرين يمكن أن يمروا على هذا الخلل مرور الكرام وبالتالي نقول أن هذا الشخص يدرك الأشياء التي تدخل ضمن دائرة اهتمامه وتخصصه أكثر من الآخرين العامل الثالث المؤثر على الإدراك هو الدوافع والدوافع تحدثنا عنها في محاضرة سابقة ولكن الآن نقول أن الدوافع تؤثر على إدراكنا فلأن الدوافع تعتمد في المقامة الأول على الحاجات الغير مجبعة لأنها تمثل دافع أو تشكل دافع تدفع الإنسان إلى إجبعها هذه الحاجات الغير مجبعة تعمل على إثارة الشخص وربما تؤثر على إدراكه لحقائق الأمور ومثلا المثال الظاهر أمامنا في هذه الشاشة مثلا نقول أن الموظف الذي يشعر بالأمان الوظيفي أو يشعر بعدم الأمان الوظيفي يعني يفسر كل شيء مثلا تقدم موظف آخر بأن هذا التقدم أو هذه الترقية للموظف الآخر هي في المقامة الأولى المقصود بها إذاحته من وظيفته أو التخلص منه لذلك نقول أن دوافع الإنسان هي تفسر سلوكه وهي تؤثر على إدراكه قبل أن تؤثر على سلوكه العامل المؤثر كذلك على الإدراك والتوقعات فإذا كان هناك توقع محدد فإن الفرد لا يرى إلا ما يتوقعه سواء كان هذا الشيء الذي يتوقعه يمثل الحقيقة أم لا وهذه واضح من العامل أيضا المؤثرة على الإدراك الخبرة الماضية التجارب الماضية تؤثر على إدراكنا فالأحداث التي أصبحت أقل غرابة ولم تعد جديدة تصبح أقل إثارة لحواسنا وإهتماماتنا والغريب في بلد ما يلاحظ الفروقات الثقافية أكثر من الشخص الذي يعيش فيها لفترات طويلة يعني مثلا إذا شخص من المنطقة العربية ذهب إلى أوروبا لأن الثقافة تختلف فالتالي هو يدرك التغيرات في الثقافة أكثر من الآخرين الذين يعيشون في تلك البلدان لفترات طويلة جدا مثلا كذلك الطفل إذا لمس شيء ساخن على سبيل المثال فهنا بيكون أخذ خبرة إذا أتى لمس نفس الشيء إذا أتى للشيء مرة أخرى لن يلمسه لأنه يدرك تماما مدد الضرر الذي سيصيبه إذا لمس هذا الإناء الساخن فإذا نقول أن الخبرة الماضية أو التجربة لها كذلك أثر على مستوى إدراكنا كذلك الثقافة الثقافة تؤثر على الإدراك وقد تؤدي إلى تشويه أو انحراف في رؤية الأمور على حقيقتها وما يعتبر مشين في مجتمع يمكن أن نفس الشيء يعتبر طبيعي في مجتمع آخر يعني مثلا في بلداننا نرى أن هذا الشيء مشين ولكن نفس الشيء هذا إذا شفناه في مجتمع آخر نرى أنه شيء هو شيء طبيعي يعني ما فيه أي عيب أو ما فيه مشكلة لكن عندنا في بيئتنا نرى أن هذا الشيء مشين في بلداني نفس الشيء يمكن أن يروه طبيعي هذا من تأثير الثقافة برضو هي تؤثر على إدراكنا على الأشياء آخيرا نقول أن آخر عنصر يؤثر على الإدراك هو ما يرى بتأثير الهالة وتأثير الهالة هو دائما يعتبر من العوامل التي تؤثر على مداركنا لأننا نبني انطباعاتنا بناء على المظهر بناء على اللاباقة بناء على الصفات ممكن نراها في شخص يعني مثلا نرى أن الشخص هذا لبق حسن المظهر اجتماعي ونركز على الأشياء الظاهرية التي فيها تأثير الهالة ونخفل بقية الجوانب الأخرى إذن نكون قد استكملنا العوامل المؤثرة على الإدراك إلى أن نلقاكم في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته